اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغلقوا في القناة كان قراء. القراءة لكن من الموضوع تسريع لا يدعان القراءة. كان بنام جميلة يحفظنا الى زل الصحى, يجب أن يكون هناك صحة الموقع على علماءة لتدخل الى رواسة. لم أحفظ لهم لن أخفذك كمانا. كان لديك أكثر عشقة. لم تتحدث عنها لا تقول ولم يعتقد أنني لم تبحث عن شيء أصبح هناك , كانت تشقى الطيام كل شيء علمات وليات تخمال على حقه وطريقه كيف نشبه تسداده كيف نقادل المسالد كيف يكون مسالد الواقفين ومقادم كيف يكون الفراش والطلميت يكون مسرح ما فيه حساس كميشا كل شيء هاتشي كانت تعلومي بالحرف حرفيا يحدث في كل شيء حفظه يكون مسالد من قادمة فيinde ممثلت نعمشا الواقفين أليس كيف يظهر المسال على قراءة لللمسالد كيف تجربة كل شيء لدخلها مش القدرة وكانت عدف طياب ورسيتها لي وكان الحلم ديالي حلم ديالي حلم ديالي حل اي ابنت كترومانسية بزاف كان بقى نشوف الدراري كيعجبوني الشاباب ولكن عمري ما زعمت نهضر مع شي واحد كان يلا تبعني شي دري او لا يبدأ يهضر معي كان هرب رجلي كيتم مغادله ويتعكله كان خاف بزاف كان خاف من خوتي لينشوف شي واحد كان خاف من خوتي لينشوفني كان خاف من هذك الليل اللي تبعني ولك يهضر معي او شغي يقول لي او شغي يقول لي صافي كتشدني الخلعة ما كان نبقاش نعرف ما ندير كان ولي غدا كنزرب كنزرب ونتعكل حتى كنوصل الى الضرح هذا كنرتح وهكذا كبرقيت وبيندار وشقة وكنتعلم لي والقراية اللي كان حاول فيها اني على الأقل نوصل الى الباك وبقيت هكه في نفس الوقت انا رومانسية كانت من ناغي متى يجي الوقت والقراسي مع احد الراجل وندير حياتي الزوجية وفي نفس الوقت كان خاف منهم وهكذا بقيت وصلت الى الباك كنت انا واحد صاحبتي كنضلوا نحفظوا 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 مليك يجي الغد كل شي كان تلفوا بحالي بحالة وسقطت هذا العام في الباك وسهيا سقطت ما جميش الله وبقينا بحالك كنعوده الباك وسقطنا فيه جمعات وقلصنا في الدار كيفية كيفية من قلصت في الدار عادة زلت الأمور تعقدات ما كنتش نخرج لما خرجت معمي منها ما كنقدرش نخرج ومنها خوتي مانعيني كيعيطو كيسولو عني فين كاينة اش كدير عندك تخرج عندك تدير حاضيني وخايفين عليا في نفس الوقت حسن الخرجة لابغيت نخرج غيل هنا غال القصارية قريبة هولا المارشي كتخرج معي أمي علمتني أمي حسن تتقضيها على حقها وطريقة كنا عارف نخسار في الخضراء نعارف نخسار في الدسر أي حاجة كنا عارف نتتقضها حسن في الحويج كنتيني مع القصارية نازلو الحويج علمتني كيف نتاوي على راسي كيف نأخذ الحاجة بأقل الأسعار وأحسن الأتمان يعني كتمره ديال الطار وهذا الشي اللي بغيت أمي توصلني إليه أختي اللي كبر مني ما كانش بحالي هكا لأنها مشات بكريت زوجات ومشات كنت كتقراء وكالرأس قاصح كالرأس عاصي وما كتسمعش لهدرة ديال المي كتقول الحمد لله اللي تفكيت زوجات ومشات فكيت منها كالفاس دعو المشاكل كنت معا أنا طوعي ديال اللي كتقولها لي كم ديرها كتكن خايف مزيف كتخواف كنت مني وصلت لطلبك أنا صاحبتي مرة كنت جاين دي مرة كنت جاين دي مرة كنت جاين ديالي كالصاحبة الوحيدة اللي عندي ايوا بقينا بحلاكك مرة كنت جاين ديال تعلمنا صنعات دخلنا المعمل تعلمنا فيه صنعات تعلمنا التطرز تعلمنا التنبات تعلمنا تطرز الحساب بدرنا صيبنا لنا يزور صيبنا لنا مساند كان وجدو لنا الهدهاز وجدنا ليزور ديالنا تعلمنا تطرز الغزلاء في صوبنا بيحساب واليزار والمساند والفرش ديال السرير ديال بيتنعات تعلمنا كل شيء نتعلمه وكان وجدوه بحالي بحالها وما جاوش لله العريس بقنا بحلاكك وبدالوقت تطوال لم تتعلمني مسكينة كانت تشريني يتبلغ فوية تزوينا تشريها تقولي هادثة اللي تزوشي معاك مانت تزوينا تشريها حتى وصل العدد ديال المانت وعشرد المانت اللي شريت لي وانا باقي مكنيش العريس كتشري وكتحط لاجه العريس اللي قابع داراس نوع جديد اخوتي مساكن وكانوا يجيب الدراري حتى اوماك يدوروا معاك ومع امي وكانت تجمع وكتشري اليدها تقولي يا سلام مشي سيندراج لك تمشي بالتهب ديالك وهكذا كبقت الحياة المهم دازو سينين وديت كنكبر عمرشي حد ما ساومني وخزوينة وكتقار يا را وصلت حتى لنفاك عمرش حد ما ساومني وليس كذولي امي يا كما بديوهر لك شي حاجة يا كما مخطيه شي حاجة يا كما عندك شي حكس ومشات مسكينة دارت على الشوافات وعلى الفقح تبعيات كتشبشي وتجيب لي هذا تفوسيخة هذا غيحل لك التقاف وحد المرة داتني وعدت واحد السيدة ما اعرف شنودك شي دارت لي وماتني به المهم اي حاجة كتسمعي الا وكتديرها لي وانو ما اجابش الله وليس كنت طلب الله وليس كنت طلب الله كنت قول يا ربي شبلي يا شراج ليس سرني وليس خايفا بقى بلا زواج ما كين الشي مرة في عائلتي لي متزوجاتش كلهم متزوجوا صغار انا دبلا وصلت خمسة وعشرين سنة وباقي عمارشي حد ما اصول فيها ولا ساومي ايه وقربت سنة الدراسية ديالة العام كانت عندي صاحب سي وقاتلي يا جندي روبا كليمة لعلى وعاسا نشحو فيها هذا المران بريبارهم بزيان ونشوف وديك ساعة نحن ما تزوج لاش نقلبوا على خديمة دكشين يدرنا جمعنا الوراقات ودفعنا وكان حسن المدراسة اللي غنوزوا في اهراء قريبا لنظر وبقى نجمعه مرة عندي مرة عندي مرة عندي هي رساقنا خريبا ليا كان حاولوا نبريباره ونحفظه 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 ما عرفنا إلا بغل الله ننجحه ودهزت الوقت وهي تخطبت صاحبتي جملة الله واحد اقول للناس وبقيت انا مليشتة تخطبت هي في واحد الامل كنقول مليشتة تخطبت هي حتى انا تخطب وكنت سمعها مليك عيط لها الخاطب ديالها وكنت تعود لي وكنت يعجبني هذا الإحساس كيف تحسي انك مخطوبة وانك تزوجي وانك كان واحد الرجل الذي يحسن بك وانك شيء كامل عشو معها لحدة بلحدة وكنت لغ الله وكنت سمعه وكنت رجع وكنت أقول يا ربي مليشتة وبقيت دهزت المدة دهزلع ومن غرائب الأقدار كيف يحسن انا وانك تزوجنا ومنشه كيف كان عرصي في الصيف وفد مساحة مع هذه المتيحة وانك تزوج في الأحر يا ربي بما أما أصابت وانك المدرسة انت دخلت نكلاه في المدراسة يليس الحقيقي هنفت غير حق غير طريق تزوجه سيجد وطبيسة تقلال اخذوا لي الموتور كان نذهب بالموتور حتى المدينة كان قرأة التي نقوم بالدكتيل هذه الساعة كان قرأة قرأة مع رشحة من الشهر شهر تقريبا تعمقت في الدكتيلو مزيان ودفعوني في شهر تقريبا في شهر ذلك الوقت صاحبت الزوجات ونقيت مرة مرة كانت عيطة معه وكانت نذهب على مطار وكانت نذهب لأنني أعرف شيء الشاب ونظر على طبيسة ونظر على هذا الطبيس ونظر على الناس ونظر على الناس كانت عندي موتور وكانت نذهب لأنني لم تكن أي طريقة إلا لن نذهب على العراس ونظر على مرس المهم تأتي المدة جاءت صاحبتي جاءت ومشيت نشوفها في دارهم مشيت عندها وتكساعت أول مرة سأتلاقها مع أخوها أخوها الهواغي والراجلي تلاقيت معه تماما كان مازيت شراسي فيه لأدني وكان قدرش نهز راسي والعيني في شيء في شيء راجل أكثر يا أخوها أخو صاحبتي وفي دارهم سمعتوا كي هدار المهم بقينات ووزنة كل شيء ودخل ضغياء وخرج قدرنا معهم القوتي حتى ذلك شيء اللي قسم الله وكليت وضحكنا وجمعنا وتفكرنا الأيام وتفكرنا الدراسة وكل شيء ومشيت في حالاتي أيوة ديك الساعات أنا كنت كان وزف 16 سالة 19 ديك الساعات قطعت لي صاحبتي قطعت لي فلانا أخوها بغي يجي تقدم ليك قبل ما نقول لكم كيفاش تفاجأت تفاجأت فرحت 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 قلبي كي يتراعد من الداخل وأخيرا وأخيرا ربي أخيرا أربي حلي هذا الباب شيء واحد يريد تزوج شيء واحد مغاني وأخيرا ستتحقق الأمنيات هي كنت أتقدر وأنا كنت أفكر مشيت بعيد كنت أفكر في شيء حال من الحاجة هي مهدرت شفاء هنا مشيت بدأت تغير حياتي بدأت تغير حياتي أرجعت تقدير الماكياج لم يكن أفكر في العادة قلت أن تحتاج إلى المبارسة و تحتاج إلى الموعد و تحتاج إلى الموعد و تحتاج إلى الموعد و يأخذ أحد أخر أمه و يمسكينا فرحات لم يتعلق من جهدها لم يكن أرى أن تضع بنيها كامل و تضع بنيها لم يكن أرى أن تضع بهم كل شيء و تضع بنيها و تضع بنيها تجعل دقيقة الأمناة من أحسن فرتي أن تجعل الموبات zapewn و عطى الأمناة و ترى خطفة ثلاثة منها و لا تقل أمر 廚ية الخطفة و ت 익نك انا لحد الساعة لم تتحدث معه ولم تتحدث معك تتحدث معنا ولم تتحدث مع أخوتي وكل شيء المهم تعفقوا بيناتهم تفاهموا بالزربة كانت تغدال الخطبة بالزربة كانت تغدال الخطبة في نفس الشهر الخطبة والتكاسب هذا ما يحدث تخيلوا انا شهار من العام كانت سنة باش نأخذ هذا الباك و باش نخدم فهذا كان النهار اللي انا تخطبت فيه وصلتني برا عيطوا لي واحد الخدمة نخدم فيها بقيت كان نضحك بقيت كان نضحك حتى انا تخطبت عادة جاتني الخدمة وما فردتش فاديك البرا تسنية تدلتيا واش نقدر نخدم لا خلالي نخدم 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 لماذا لا؟ نعتمد على العراسي حتى انا وخاة نزوج فرحت بزاف مني كل شيء يكمل على خير وبقيت كان نصلي وكان كان نقول يا ربي الحمد والشكر لك ما خليت انيش نقابل زواج الحمد والشكر لك يا ربي الرجل اللي اخطب مني اخو صاحبتي كان خدتام عنده واحد المحل ديال بيع الشراء يعني اخديه ما ديال طرعته محل ديال بيع الشراء ومعتمد على راسه ما قيمة عنده اش نطار منشاريهاش ولكن وعد اخوتي مش غدي يكري واحد الدار ليش مع دارهم؟ صافي قالوا لي بسم الله تعفقوا تفهموا تفهمني على كل شيء صافي تزوجنا مشيت لداري ولي مشيت تفاجئ وصاحبتي ماشي بحل صاحبتي ماشي بحل دارهم ماشي بحل خوتي ماشي بحل دارنا كان قبيح 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 مصبر عليها في التحج منهاري للول منهاري للول من الليلة التي تتمنى أسرد هذه الليلة لديك مجرد مصبر عليها في كل الهاتف كان يريد أن تجعل أنت أدريه وانتبق وحيث ان يمكن للمنزل خدامه ، و لم يكن يع flownه من الصبح للامر seine لانه أحسن وهLO معه أو يavanّد الفطور ، لكن تش尼م ف �يد بينما يترك يكون ول ruining مواده من هذا الطالب الذي يلبح لللطاف والفيدينا ثلاثه لم يكن مرضي يخسك دائما تكون يمحل الروبو تحاجة ما كيقبلها كان قبيحة بززافة عمري ماشتش انسان بحاله ما عرفت هذا الانسان على حقيقته حتى القطرة تغير انا ويع ما قدرتش نولفو ما ولفسوش هذا هو الرجل اللي كتكنت مناهو كسباغة وممي ملعوت لها قطي شفاء بنيتي حتى انسان ما كامل وحتازين مخطاته الأولى قلت له الله يا امي الله يا ركامل عمر الولاد قلت له انا ما فيه حاجة مزيانة قلت له وابعدك مديري يخسكات صبري اذا كشل هزت لك مغرفتك وبقينا عليها وانسماح لفسها عمري ما نعود للمشي حاجة اللي كتوقع لي كنكمدها في قلبي وكنسكت بقيت هاك كاك اللي كي يجي ما كي عيط شريحة بسميتي ما كي بغي عيط لي ولي بغي شي حاجة يقول لي هاه قاري هاديك هاه ما فهمتش ما كي يردش حتى انه يعيط بسميتي ديالي ما كي تسمينيش خصو مني يجي يجلس ما كي مشيش يغسلي الدين ما كي بغي ياكل يجلس ويقول لك جيبيني يغسلي الدين وتجيبيني للغسيل وتجيبيني للفوطة حاولت سمأني انتعيش معها بعدك الوضع كان قول دابا ولفوي ولفني ومدن بدل فيبش فيه بشوية وكتغالت بزش هاد الفكرة هاد الفكرة كان بمرا المرا مكاتبز لالراجل إلا لكن هو بغيت بدل بدلت بزش أنا وياها أبقية مليئة لا تريد اوح pillars بحديث يموض يموض نرغم يترجم الى ماء وفي كل ماء يترجم الى القناة نرغم الغرف هذا سخون يترجم الماء نرغم الغرف ويضم الزر ترجم الى أصل مهم يترجم هذه啥 ستيتولي تغير يعطي كل شي في الطبله وظهر هؤلاء ما سيكون يطلب لك شي كم عمل لمدة ساتبلي ويضم لك بابي وكلينيكس ويضم لكي اخر يحاول أن يجعلني بمعنى الكلمة الذي تزوجه لي لم يكن يكون اليوم بعد المرات كنت دائر الغذاء حتى تصل إلى 12 ويقوم بعمل على الفيكس ويقول ولانا الشديرة يقول لي مثلا دائرة حوت دائرة هذي كيقول يلا لا ما باغيش دير لي هذي الحاجة دير لي اكسكسو تخيلوا كي يجيبني تبقى لين نص ساعة وغادي يجي كيقول يلا ما باغيش هذي الحاجة دير لي حاجة اخرى إلا جاء ولقاء الخبز دير ما كيش دير زنقاء كيقول يلا عجنيه عجنيه دابا دابا واناكل خصو يكون دابا واشوف كيف شغت عجنيه وطيبه هذي اكسع وياكله المهم عنده شي اعضار وشي شي حويش كيجيبه من راسه راسه قاسح عاصي وما كيسمع وما كيتنازلش دكسع عارفت راسي اني بزز مني غدي نتقبله حيث ما كانج عندي البادل رأت سني تشحال منعام تشحال منعام وانا كانت سنة هذا هو الرجل اللي جابوا لي الله وولي مكتبوا لي الله صافي وبدس كنضغط على نفسي وكان حاول نصبر حيث واحد مرة جربت اني نقول له الله واني نعارضه وجبسه غير فراسي بلا ما نحس حسيت بتطرشه على وجهه عمري ما كليتها في قاحتها كليتها دك النهار قالي يا بغدتها زالية في الدك بغدت حكمي فيها شكت صحابي عنه هو الراجل كيغوت غضبت ما خليت ما در سكعيت مشيت للصالون لحس فيه صايمانا واني كن عسبوحتي في الصالون قالي الله ما حذرني مجا جيسي مدها فيها موالو ضاحك لعب معرسته وانا كانت في قص وكانت تكدد حسمرت على خاطره وليس كنقول ليش خندير غرج على دارنا الغلط ديالي انا اللي ما شفتوش من القبل وما عرفتوش كيفاش دير ايه والغدلال لكم نعضت ودرت الفطور ودرت الغداء ورجعت كن هضر معاه بشي هضر معايا هو ما رديتش نبقى بحلاكك انا ما رديتش على نفسي اني نبقى هككك كنقول دبيه ديالله دبيت سبتل دبيت تغير ايوه وحملت حملت كتفرحانة بني حملت كنقول واخيرا حملت عمري ما تخيلت غانا ولاد وغانا حمل من بعد ما فات الوقت حملت داس عندي له حموار وبهذا كن هو حموار وكان وضني كنت نطيب له الطاجين طيب لكسكسو كنت طيب وانا كنت نموت بدي كررحة يلطيب وضيان صعبك يقول لك لان منا كل ماكلت حد منا كل ماكلت حد منا كل ماكلت حد وانا كل ماكلت حد وانا تصبح بكريخ سيني لي فطور ما يخرج حتى يفطر كيبغي البطباط سخون وزيت العود ولاس الحر ودير لي آساي ويفطر وعادة يخرج و البطباط خصور و البطباط سخون يعني واحد العادة بدوز وعني يلف حياتي معها يلف الحمالة يلف الولادة حاولت اني نغيره في وقتها يلطيح وضيان نشاط طواله وانا كنت انا في وقتها دعمه وكان بغي ندخل هذا الموضوع وانت نقش معه ونشوف عليش كي يدير بحلاكه وانا بغي نبدله وهلو كي يقول لي ماشي وقت هذا الشي صافي واحد الجديه فيه رابا ما فهمتش من يجيبها وليش في سيماشي حد اخر كيفاش يضحى وكي يتمازح تقولي هذا الوحد اخر وانا كي هو وانا كنت اجبت الموضوع مع صاحب سي وقلت لي هذا الشي اللي يديره صورة قلت يرا هو بحلاكك صعيب من صغره راه هو الوحيد في خوتي اللي بحلاكك قلت يصبري دا بيت بدل دا بيت بدل دا بيت بدل دا بيت بدل كملت الحمالة ديالي وولدت وولدت ابنية بنتي الاولى كانت يال فرحة في حياتي فرحت بها بزيه فرحت فرحت بها بزيه كان قول يار بيت بدل مع الولادة وكهذا المراجل يكون صعيب وقال لي كي يولد كيتسبتة وكي يقول لي احد اخر وكي يقول لي في حالة ايه سيادنا اقل لي ودت البنية فرح بها اه ولكن ليس يجبض الفلوس الله ما بغي يجبضهم السبوع دارتوا لي يا امي هي اللي داتي السبوع هي اللي نفساتني خلالي امي في الدار مني ولدت ومشاكا يجبضه ويمشي بالزربة كنت اقول لي اعطيني ماش نقضية لا أفكر لا أعطني كيف نشري لكوش لا أعطني فلو السبوع لا أعطني كيف يقولون لا أعطني العقلية لا أفهمتها وعندما نزرب لكم القيصة حملت عود ثاني ولدت ولدت بنت ثانية من ولدتها دخلت على صبيتر وغوبش وخرج لا تتكلم وقال لي على سلامتك وقال لي على أمي ولا أخي الذي كان دخلت على كل شيء وخرج لا أعجبه يومينه يقاط على الحس حتى يوجد أخي المحال يقولونه لماذا لم تأتي لماذا لم تأتي في ترى البنت؟ هذا جمع وعود ثاني نفس الدكور ثاني ممسكينة هي لا أعطني كل شيء لا أعطني أن يأتي وقال لي لا أعطني أخير وقال لي لم تأتي وقال لي 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 لعمل وخصوص الشي حد مسكينة مبيقصات معي وعانت بساة وما خرعت فقصات ما بغشت بيين لي حتخرجت ومبشت عندهم المرحل دوات معه وما قالتش لي قلت لي وش مرضيتش باللي كتب لك الله واللي قسم لك الله أعطاك الله البنيات خطتك تفرح بيهم للابنات كيدخلوا لجنة وما قصرتش لي هادش ما قالتش لي هي أنا عارفوه من بعد بسينين لي والموهم بقى الحال على ما هو عليه مشينا رجعنا لنظارنا كانوا بناته عزز عليه دخلت لي القلب والبنية تانية حتى هي فرحان بهم ولكن تعاملوا معي ناقص بساف كتعرفوه ذلك الراجل اللي مكعتش قيب المرة هو هادك مكيتعاملش مزيان كتسمعش منه الكلمة الزمينة بغيغ الماكلة بغيغ النعاس بغيغ غاد يمقى الداد يمفرشة بغيغ الحاجت كانت التربيه كانت التربيه اللي بدأت بكي يجري عليها نويةها من البيت يقول لي هزي بنتك خارج يجب عليهم أن ينعز والذي كان خاف فيها الرعدة وقدر فيها الخلعة إذا كانت الباب أخاف أنها تغوط لا تفايقه حتى ينط يبقى يشبع فينا غير معي حتى البنيات المساكنين يخافوا وقدروا أنهم ينطبك يغوط كنت أحاول أني سوف يسمع غواتهم لنسمع هذه الرعدة ومن الفوق أنا لدي التربيه وزيدة على ياب الطياف في مكان أحد من شي قد جاي يواجد علي تساكي في الفيكس واجد الغداء واجد الغداء واجد العشاء واجد الزياف واجد للعشاء لا تكتب لدي واجد صاحب يأخذ سلعة واجد سلعة كانت بقاوة محموسين في البيت وكان يأخذ ويأخذ فى الصالون يغضر المحب الأخطاء نشير الكامل أو تكشي كامل وكانغوريار فداول فكرة لم تسمع لعطيه وكنت خائطة وكنت خاطئة منذ وكنت خاطئة وانت أخبرت عرفة لكي يسمى لعطيه لا نلقشن قاعد أسمعه أصدقاء الضقين وكنسكت وكنصبر وقيت هاكاك وهنا غطر لي المشكلة الكبيرة هنا معك رضي ابنتي الصغيرة قبلها منحص القطرة سيحام للمرة الثالثة وانا ابنتي بقى صغيرة ولي حملت ما عجبوش الحال شبع فيه معيار عيار لي ما قصرش عليا بقيت ساكسة صابرة كنقول ما عندي ما ندير ما عندي ما نقول انا اللي غلطت الغلط فيالي انا وبناتي بقين صغار وقين بنتي صغار وظهرنا صغيرة وبلا ما نطول عليكم اي حاجة تخيبة كنسوقع تخيلوها را وقعت لي ثاني لوحم وعر وعر وعندي التربية وعندي الراجل غكي يتوحم وغكي يتشرط وغكي ينقر وغكي يعير تخيلو هاد الشي كامل عشت فيه صابرة 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 وكنت لله كنقول يا ربي حنا لي يا ربي حنا لي دي الدعوة ديالي ولدت ثاني ولدت بنية ثالثة وهنا مشهر راجل هذا المرة لم يكن لدي يقع سوى الغمد تليفه شهر لم يكن لدينا شهر ونحن في الدار وبدأ سبع لبنية جاء وعائلته جاء وطاصيلته كامل موسيقى شهر ادعافيت بذيك الفقصه وكحاليت وطربية والبنية الأخرى صغيرة والزيادة ومرت ولا في العصب ولا في العصب بديك الفقصة وما كرداش ما كرداش قدام أخوتي وعيالات أخوتي منك يجيو كيسونوني فين هو راجلك علش ما جاش كم قانت حكي نقولي مره مشغور رهم سافر عنده بيع وش ريارة قاعد لكي دوب دي الانية والآخر اكتبته ايوا وتستمر والحياة ما عندنا ما نديره في الخرس ديت حوي الجاتي وخديت طاكسي ومشات معي وصلتني لداري بشي طراسي هزيز بنياتي ومشيت للدار حتى أبناته لم تسوحشهمش مطلش عليهم ما عرف شذاك الإحساس دياله كدير وعياله ما فهمتوش وليجاو القناة في الدار ما دواش معانا وش حال وليس كان نوت ثالي ومطيب ليه على وعده وسعدي وبزز مني وعادة بزز منه وليه يخرج ويجيب ليه كوش كنصف تليغة بنتي الصغيرة نقول له سريع الدبابا قول ليه رخص ليه كوش رخص الحليب وكيجيبه بالنفاخة وكيحطه بالنفاخة كيتنفخ حتى على دوك المطالب ودك شي اللي خاص لبنته ما سماهاش حتى بنته ما سماهاش بزز بززز مني قرر بيكمل شهر بززز باش مش حتى ما قلش لنا اسمية اللي حط بيها جاخدها صفت ليه اخويا الوراق قلتاهم حد الريم ما قلش لنا اسمية اللي حط بيها كون ما كان علاقه بالغايدو الشهر وغايمشي المحكامه علاقه بالاسمية كون ما حطهاش سامشينا اللي عندو عدا عرفنا حط باسمية اللي بغا هو بتشاور مع حد بتسول على حد تكيد يردكش اللي قال ليه راسو داس اللي ايام تمروا الايام والمعاناة والصبر كنقول يا رب يصبر لي والبنيات كي يكبروا والوقت كي يدوز والراجل محنته وكي عصى ومحنته ما كيخافش بالله وبدأ كيقل الرزق دياله بدأ بي عشرة دياله كيموت وعادة كتزيد المعاناة والتي تم بمسكينة كتجيب ليه تسقطية كل اللصة بعدها كتجيب القفا بحملة ومجملة كتجيب أسل عندي للطار من اللي عرفة الدورة في ديانه والتي كتكسير يا بناتي والتي كتجيب ليه من ناكله كتجيبنا ما نشربه هاش غادي نقول لكم قاسيت مزيان مع داك الراجل مع داك اللي بنات حتى كبرتهم وحزق راوت كانت هالي شقة ونزرب نزرب ونقلس نحفظ ونعود ونراجع معهم كان خافهم ما يجيبوش مزيان في القراية ويشبع فيه معيار كان خافهم ما يقروش مزيان ونسمعوا منه الهضرة كل شي كان عنيه اعلى هو خداب ولا ما خدامش سواء في الخدمة ولا قاس في الدار ما كيدير والو غنجير كيدير غنجير ام يمسكينا معاوناني بدكش اللي قدرت عليه وكان كمبرت في بنيات عونات نيسك كمبرت بنياتي وتقريتهم دامة بنياتي كلهم وصلوا خدامات هما اللي هزينا هما اللي كيصرفوا علينا شروا لينا دويرة تفارضوا بنياتي ملا يخدموا شروا لي الدار نبقهم وداروا هالي في سميته داكش اللي داروا معاه ما داروهش معاه الدري اللي كان كيتمناه عدا قلسها لي قلت لي الشيكون ولتي والد غي يدير معاه كاكا الله ما تحلم بها هكي يشوف فيه داروا ليه الدار داري اللي هلمان داكي عطوى ليه فيديه عمرهم ما ززوا فيها الرأس اي حاجة كان كيتخلي اللي يديرها ليه الولد دارواها ليه البنيات قدشي كله بالصبر ديالي كل ما صبرتش عليهم مخرش منطار كوراني شتتهم شتت لهم الشمل رديت في آجر في ذو كل بنات وحتفها ذا كان راجل ربما عندهم مني يحاسبني قدرتك شيئ اللي عليا زيادة صبرت 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 ومصبرات وشبرت المرأة هذه هي القصة اللي قالي بغيتكم تستافدوا من تستافدوا من تستافدوا يالي وتستافدوا تعرفوا الانسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة